تدخل رجال الأمن بالدال بيضاء بسرعة فائقة لإعادة طفل توأم إلى حضن والدته من بعد ما قامت شابة مقربة من أسرة الطفل بخطفه أثناء خروجها من المنزل بعدما قضت ليلة حمراء مع خال الطفل المختطف داخل أحد منازل بالدال بيضاء وحسب مصادر شفتي في فإن الشابة وبعد قضائها لليلة مع الشخص وهو خال الطفل التوأم خرجت وفي يدها الطفل هاربة إلى وجهة مجهولة بعدما خطفت في غفلة من والدته التي كانت تمسك ابنها الآخر في نفس المنزل الصدمة جعلت الأم المسمات رشيدة تتجيل أقرب دائرة أمنية من أجل تسجيل الشكاية لها بحيث تدخل رجال الحموشي بسرعة فائقة ليعيد الطفل إلى حضن والدته بعد الساعات قليلة ويعتقل الشابة ويتم وضعها تحت الحراسة النظرية وأضافت المصادر أن الشابة المسمات صار اعتادت دخول المنزل والخروج منه بكل حرية لأنها مقرابة من الأسرة قبل أن تقوم بفعلاتها وتسرق طفلا من نفس المنزل الذي كانت تأكل فيه وتشرب وتمارس الضعارة مع خال الطفل هذا وقد أعاد رجال الأمن الطفلا المهتطف بكامل صحته إلى والدته وتم فتح تحقيق في الموضوع